أما ولكن تكون مرتك أو تكون بنتك أداة يستغلها الناس ويستغلوها الشباب بالتيك توك وبيكون بعلمك هاي مصيبة كبيرة رح أحكي اليوم عن قضيتين من عدة قضايا توجهوا إلي فيهن نساء وصبايا تمام؟ بمشاكل صارت معهم بعالم التيك توك يا جماعة التيك توك ما تفكروا إنه نازل من السماء التيك توك أداة جدا خطيرة جدا خطيرة إذا ما استعملناهاش أو إذا ما عرفناش كيف من ربي أولادنا كيف يستعملوها وياراته فقط تربية الأولاد كمان النساء لأنه اليوم اللي بدي أعمل نجم بفوت على التيك توك وتمام أنا مش ضد أنك أنت يكون عندك مادة تنشرها بالعكس كل واحد عنده محتوى وبعرف ينشر محتوى ويوصل للعالمية ممتاز جدا ولكن إذا وصل هاي المنظومة تيك توك إنها تدخل بيتك ويختصب شرفك وسمعتك من خلالها فأنت لازم تكون صاحي جدا لهيك معلومة رح أحكي عن موضوعين أول شي بالنسبة لصبية توجهت إلي صبية من عدة صبايا صبية توجهت إلي بتقول لي صار معي أو عندي عملية ابتزاز الصبية طلبت من حدا من حدا اللي هي بتتابعوا بالتيك توك إنه أعلمها كيف تعمل تسويك عن طريق الإنترنت تسويك ديجيتال تعرفوا بناتكم شو يعملوا بيكونوا بالليل بحضر البث المباشر أنا آسف إنه بحكي بقول بناتكم ولكن هذا الواقع ها الموجود ما حدا يقول إنه أنا لأ ما عنديش هيك في البيت كل واحد منكم مجبر إنه بالليل يتفقد بيته منيح لأنه بنتك ما بتكون مفكرة إنه هي بتخدع بيك هي بتفكر إنه عادي طبيعي جدا أنا فاتح التليفون بالليل وبحضر البث المباشر في التيك توك يعني هي ما بتفكر حالها أنا عام لي اش غلط أو ما بتكون مستوعب الخطورة الموجودة لأنه في عنا صبايا وعلى فكرة في جملة دقولها جدا ركزولة بيها الخطر على بناتنا هن الصبايا من مجتمعنا مش الشباب الصبايا ركزوا الخطر على بناتنا هن الصبايا من مجتمعنا مش الشباب من مجتمعنا لأنه في كثير شخصيات بتطلع بالليل حاببتشوفها في الليل على البث المباشر واتطلع الأشكال الموجودة إيه اللي بتكون صهراني وفاتحة بث مباشر وبتحكي وبتخذ بتعطي مع الشباب عن مواضيع اجتماعية وبتبقى كل واحد بيبدي رأيه فيها وطبعا هي بتكون لابسة ومتلبسة حاطة منديل عليها عالم فلسطين أو بصر إيش طبعا من عرب 48 كمان كثير أنا ما بحكي بقول فلسطين إنه يعني بكرني معينة كل فلسطين وآسف إن أنا بذكر كل فلسطين لأن أنا كمان يعني فلسطيني أصلي ولكن دائما إحنا منفكر إنه إحنا أحسن من غيرنا بفوت في الليل بتطلع على الخطر اللي موجود المواضيع اللي بتنفتح الإباحة الموجودة الإباحة الموجودة الكلام البذيء اللي بنتك ومرتك بتسمعه من خلال التيك توك بنتك بتسمع كلام أنت نفسك صعب تسمعه من مين؟ من بلد كمان وبكون يعني تحت موضوع إنه مزح تحت موضوع إنه تسلي مش تحت موضوع إنه بيحاولوا يخربوا أخلاقها لا إنه بيحكوا عادي أو بينك مثلا بتكون فاتحة بث مباشر أو عاملين لعبة التحدي بتعرفوا هي لعبة التحدي وبالأخير في أحكام معينة فبيكون للصبية إلها جمهور للشاب إله جمهور وروح تطلعوا على الصرع على الصرع اللي بصير عند الصبية لما المستوى اللي عندها بنزل أو العد اللي عندها بنزل بتصير تتفعفل بتصير كأنه ركبها عفريت ولكن بتتفعفل وهي يعني ما بتظهر على حركات جسمها لما بتصير تشد بشعرها أو تحط إيدها على وجهها ومع إنها بتكون كان لابسة ومتلبسة وفي من بيراكبها بنتك موجودة بهذا الموقع إذا أنت خايف على بنتك وأنا بتحكي لك جملة للي سامعني أنا بحكي كلامي بس للناس الجديين يعني هل شاف الموضوع عادي عادي بغضره يقلب عن الفيديو بنتك إلك ومرتك إلك هيركز لعليها منيح بنتك إلك ومرتك إلك لا تخلي غيرك استغلها فالبنت اللي أنا حكيت عنها طلبت من أحد الشباب اللي بيطلع بث مباثر كثير إنه يساعدها إنه يزيد المتابعين عندها ويزيد الإعجاب اللي عندها يعلمها فهو كلها أنا بدي أعلمك كيف تعمل تصويق ديجيتال مرة على مرة أتفقوا إنهم يلتكوا بموناطق عنا هون بالدولة صاروا يلتكوا وكيف بيعلمها؟ بيعلمها من خلال التليفون يعني ما بيجي معها حاسوب كمبيوتر بيجي معها التليفون لما بيعلمها من خلال التليفون ده تقعد جنبو فتخيل ديكون فاتح تليفونه بهذا الشكل حاطتها جنبو بشرح لها فالمفروض إنه كئينها قاعدة بحضنه يعني مرة على مرة البنت خاطبة على فكرة تم تصويرهم وأكيد الإشي من اتفاق مع الشاب تم تصويرهم لأنه الشاب صار بدهم بنت تكون صاحبته وعارفنا خاطبة وبديبعدها عن خطيبها تم تصويرهم طبعاً اللي بيصورك من بعيد بتكون بنت كاعدة جنبك وإنت بتشرح لها على التليفون وبكون رأسك تقريباً على رأسها تخيلوا المنظر لحالكم هي طبعاً نيتها ندا تتعلم ولكن الخطوة اللي عملتها غلط وصل أفلام لخطيبها إنه هاي الأفلام إنه خطيبتك بتقعد مع الشاب حتى لو أنه بعلمها الإشي غلط ولكن اطلق أنت على المنظر نبعيد حاضنها وبعلمها وتقريباً يعني حاضنها ولكن بعلمها وبشرح لها على التليفون فبدأ استغلال البنت أول شي طبعاً البنت خطبتها اتفركشت وخسرت خطيبها وبدأ يطلع لها سمعة الحمد لله بدنا نساعد بها ورح إحنا نكشف الموضوع ولكن أنا هي عملت غلط هي أكيد عملت غلط مين السبب بهذا الغلط؟ أنت أبوها وأنت أمها اللي سامعتني آه هزي براسك هزي براسكم أنتوا أهلها أنتوا الغلط لأنه البنت طالما ما أخذتش من أهلها توجيه في البيت وبغرفة نومها بالليل لأنه ممنوع تعمل واحد اتنين ثلاث فهي بتشوف الإشي عادي قضية ثانية صبية مدينة مع أنه كل اللي بيطلعن كثير اللي بيطلعن بالبث المباشر مدينات هذول بكل منت لبسات لبسات مع مكياج عالي بكل مدينات ولكن صبية مدينة فايت تحذر فاتحة بث مباشر للأسف الشديد بفترة من الفترات نسيت حالها ونامت والبث المباشر مفتوح مش أنه يعني بيّن جسما نامت هي حط منديل على رأسها ولكن نايمة مين فات عندها ساعة ثلاثة أربعة بالليل مهم بهذا الشكل وأنت بفوتوا بث مباشر أغلب البنات بفوتوا بنص الليل فاتت إمها إذا البنت مدينة أكيد إمها مدينة ولكن إمها فاتت لبسة أواعي النوم يعني إمها مش عارف إنه الكاميرا مفتوحة الكاميرا محطوطة على ستاند البنت نايمة إمها فاتت غطتها أوكي ممكن حتى استغربت أنا نايمة بمنديل ولكن البنت هيك ربنا عمع على قلبها ونامت وكثير من التعليقات كانت موجودة النوم من هنا الله يسعدها إنتي ليش بنتك بتعلمها تفوت علي الأمور فأنا مني بقول لك أنا مني بقول لك دير بالك دير بالك على بنتك لأنه إنتي موجود بخطر حبيبي إنتي ممكن تعليق علقة كبيرة إذا بتسمعيش إذا الإشي شايفه وبنتك بتهمك وسمعتها بتهمك بدأش طلع الموضوع من صف الأول ربي بنتك الصغير الطفلة البنت الكبيرة إذا صعب جدا تطلعها إذا صارت هي نجمة وهيك صعب يعني خلص الموضوع أعتقد ما بتقدر تسيطر عليه نقطة ثانية بدأحكيها بالنسبة لأ امرأة امرأة بتعرفوا هاي قصة إنه هذا الصاحبي صاحب ابن بيت في لك بيكون لك صاحب بيجي عندك على البيت هذا يعتبر ابن بيت بتعرفوا هاي القصص يعني الزلم هي بيعرف مرته على أصحابه إنه فلان صاحبة وهو صاحبة وهو صاحبة زي أخوي وهو صاحبة زي أخوي وهيك أحد الأصدقاء مهتم بعالم الديجيتال وهي الأمور طبعا اتفك مع صاحبه إنه يفتحوا زي مصلحة وإنه مرت صاحبه تصير تشتغل بالتصويق بالديجيتال صارت تطلع معاه دايما بث مباشر عادي بما عرفت الزوج يعني الزوج كلها عادي اطلع على البث المباشر بنشتغل هذا الشغل تصويق يعني هاي كانت الفكرة هاي كانت النية إنه الشغل عادي بعد فترة من الفترات لما صار العلاقة بين صاحب زوجها وبينها أوكي يعني بين صاحبك ومرتك صارت علاقة عمل ويتصل بها قامت ما بده بأي وقت بده بعد فترة طويلة من الزمن صار بينهم علاقة ود صار إذا هيدا تحكي سرها تحكي لصاحب جوزة هاي اللي بحكي عنها أجت لعندي عشان حل المشكلة لفترة من الفترات إنه صار في بينها وبين صاحب زوجها حكي اللي هو جنسي أسرار زوجها مشاكل بينها وبين زوجها تحكي لصاحبه اللي صار في بينهم ود وبدأ المعاكسة طبعا من طرف ثالث صاحب زوجها لعب لعبة إنه تليفونه انصرق وإنه في حدا شاف المكالمات وإلى آخره وفي معاكسات أحان عشان يحاولوا يستغله الوضع فأنا بدي أحكي جملة أخيرة بالتكتوك ما بتعرفوا من بيش تغلوا فيه كمان قضايا بتشيب شعر الراس ولكن حاولت أحكي قضيتين نقيتهم نقيتهم كميش بيقدر يكونوا سهلات مرتك إلك وبنتك إلك حاول ما تشارك إنش مع حدا لإنه أنت اللي راح يوجعك رأسك وإنت المرأة اللي بتسمعني بوجيه لك كلمة كمان بنتك بغرفتها ساعة ثنتين وثلاث بالليل حاول يحط المنبهة على الساعة إصحي ورح أشوفي شو بنتك بتعمل شفتها غلطانة شرحي لها الصحة من الغلط شكراً ويعطيكم الفعافية شكراً